وفي أول زيارة له في السعودية أكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط هاميش فالكونر لقناة الحدث قال إن بلاده تشدد دعوتها إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة مشددا على أهمية حل الدولتين للطرفين وقال هذا الوزير مؤكدا على أن السلطة التنفيذية هي من يجب عليها أن تحكم غزة بعد الحرب منذ انضمامنا إلى الحكومة في شهر يوليو ونحن ندعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة نعتقد أن حل الدولتين أمر في غاية الأهمية وندعو جميع الأطراف الإسرائيليين والفلسطينيين إلى اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان مستقبل آمن وفقا لحل الدولتين وهذا ما نود أن نراه نريد أن نرى نهاية لحرب غزة وما سيأتي بعدها يجب أن تكون غزة تحت حكم السلطة الفلسطينية ومن المهم أن يكون ذلك بمثابة حجار الأساس نحو إقامة دولة فلسطينية كجزء من حل الدولتين ستبذل المملكة المتحدة كل الجهود لتحقيق هذا الهدف شكلت تبت النويري غرب مخيم النصيرات في قطع غزة مصدر رعب للسكان والنازحين رغم تواجدها في منطقة آمنة بسبب موصلة القصف المدفعي الإسرائيلي واستهداف المنازل بشكل يومي وتوغل الدبابات بسبب توسيع الجيش لمحورين الساري أتواجد الآن في منطقة تبت النويري هذه المنطقة الواقعة غرب مخيم النصيرات وعلى بعد أمتار قليلة من جسر وادي غزة هذا الجسر الذي اعتبره الجيش الإسرائيلي بداية انطلاق المنطقة الإنسانية الآمنة وصولا إلى منطقة مواصي مدينة خانيونس ولكن الأمان غاب عن هذه المنطقة على مدار الأسابيع القليلة الماضية مع تكثيف الجيش الإسرائيلي ضرباته وغراته على هذه المنطقة وعلى منازل المدنيين في هذه المنطقة يوجد ألاف الخيام من العائلات النازحة ولكن الجيش بات يتعمل إطلاق قذايف مدفعية بشكل عشوائي مع قصف مركز على منازل المدنيين وهذا أجبر السكان في هذه المنطقة على النزوح والهروب باتجاه مناطق أكثر أمانا في ظل توسع الجيش الإسرائيلي وتعميق محور نتسريم إلى ما يقارب من سبعة كيلومترات وصولا إلى منطقة جسر وادي غزة وهنا السكان بدأوا بالنزوح والهروب من هذه المنطقة بعد توققوا للدبابات الإسرائيلية صباح يوم أمس باتجاه هذه المنطقة وقصف المنازل ومحاصرة السكان هنا المتواجدين في هذه المنطقة وبالتالي باتوا الآن يعملوا على نقل أغراضهم الشخصية من المنازل فجأة ضربوا الدور وقعوا دار الجبنة ودار تانية فش فيها أي مسلح ضربوها وبعد حين الصبح لقنا الدبابات في الحارة لا قالوا أنه يخلوا مع أنه قالوا أنه منطقة جنوب الوادي منطقة إنسانية لكن للأسف لا قالوا أنه يخلوا ولا عاج ضربوا طيران دبابات جرفات يعني هذا الشارع الآن في نهاية هذا الشارع يوجد الدبابات الإسرائيلية مطلة على منطقة جسر وادي غزة ومنطقة تبت لنويري الآن بعد تعميق منطقة محور نتسريم باتت الدبابات الإسرائيلية تقصف الطوابق العليا من المنازل على اعتبار أنها تكشف تحركات الجيش الإسرائيلي في هذه المنطقة والآن باتت هذه الدبابات تقصف بشكل عشوائي يوميا بالمدفعية الإسرائيلية كل السكان في هذه المنطقة وهذا دفع السكان على النزوح الآن باتجاه المناطق الغربية من مدينة دير بلح وباتجاه منطقة مواصي خانيونس هذا أيضا بالتزامن مع إطلاق النار من الزوارق الإسرائيلية على كل السكان في هذه المنطقة حتى أصبحت تبت لنويري منطقة خطيرة بدون إعلان الجيش الإسرائيلي للسكان لإجبارهم على النزوح باتجاه مناطق أخرى أسامة الكحلوت لقناتين العربية والحدث من تبت لنويري غرب مخيم النصيرات